يعطيكم العافية يا سادس اليوم نكمل درسنا ضرب الاعداد الصحيحة وقسمتها بعد ما اتعلمنا كيف اضرب اعداد صحيحة واقسمها باستخدام القواعد اللي اخذناهم اليوم رح نتعلم اذا كان معطيني عدد مجهول كيف اقدر اوجده في حالة ضرب القسمة نشوف السؤال الاول صفحة 24 بحكي لك ضعي العدد المناسب في المربع اول اشي اذا بتلاحظ معطيني الف ثمانية ضرب مربع هون عندي المربع يعني عدد مجهول يساوي سالب 56 اول اشي مثلما اجي احل هاي الاسئلة باجي بحط دائرة على العملية الحسابية هون ضرب باجي بحكي بما انهم ضرب وطلع عندي الجواب سالب اذا هون عندي الاشارات مختنفة ليش مختلفة لانه طلع عندي الجواب سالب انا بعرف في عملية الضرب بطلع عندي الجواب سالب اذا كانت الاشارات مختلفة طيب اذا هاي موجب وهو لازم يكون مختلفة اذا العدد اللي في المربع لازم يكون سالب بسأل حالي ما هو العدد اللي بس اضربه بتمانية بعطيني 56 احنا يا سادس لازم يكون حفظين جدول الضرب فهون لازم يطلع معي سبعة وبما انه احنا اتفقنا انه هذا العدد بمربع لازم يكون سالب نحط اشارة السالب لو نيجي نتحقق موجب درب سالب سالب ثمانية درب سبعة 56 الروح لبا با اذا بتلاحظ عملية ضرب عندي الناتج سالب بما انه الناتج سالب اذا الاشارات مختلفة مختلفة اذا كانت هاي سالبة اذا هاي لازم موجبة حس بسأل حالي ايش العدد اللي بضربه بثلاثة يساوي 75 اذا بتلاحظ يا مس انا عندي هذا الرقم يعني انت ما بتعرف اذا فيه ايش هو الرقم اللي انا بضربه بثلاثة بيعطيني 75 لما يكون انت الرقم مش حافظه اذا بتتذكر يا سادس انه عملية القسمة والضرب عمليات عكسيات يعني سالب ثلاثة درب مربع تمام بعطيني هذا الرقم صح حس لو اروح بالعكس من عندي 75 اروح لعندي المربع اجي اقسم باجي بحكي سالب 75 تقسم ثلاثة عشان اعرف ايش اللي بالمربع يعني اذا هون انت ما مشت معك روح من عندي المساواة للعكس وغير العملية يعني من سالب ثلاثة كانت ضرب ومن عندي السالب 75 عكس الضرب ايش قسمة فباجي بحكي 75 تقسيم ثلاثة ليه عملت هيك لاني انا ما بعرف شو العدد اللي ممكن اضربه بثلاثة يعطيني 75 لانه احنا ما في عنا بجدول الثلاثة 75 الناتج بطلع فبروح بمشي بالعكس بروح من عندي الناتج باتجاه الثلاثة وبدال ما هي ضرب بتصير قسمة تمام باجي بحكي سبعة تقسيم ثلاثة شو العدد اللي ممكن اض اقسمه اضربه بثلاثة يعطيني سبعة اللي هي اتنين سبعة او اقل منها طبعا انتو عارفين اتنين درب ثلاثة ستة وبطرح بتصير عندي خمستاش الناتج اذا سبعة تقسيم ثلاثة بسأل حالي ايش في عدد بضربه بثلاثة بعطيني سبعة او اقل منها اتنين اتنين درب ثلاثة ستة وهد Bagey بطرح طلع عندي الجواب خمسة عش خمسة عش تقسيم ثلاثة أسأل حالي إيش العدد اللي ممكن أضربه بثلاث يعطيني خمسة عشر اللي هو الخمسة خمسة درب ثلاث خمسة عشر وبطرح صفر إذن الجواب بالمربع رح يطلع معي خمسة وعشرين وإحنا اتفقنا إنه هذا العدد المربع لازم يكون موجب إذن موجب خمسة عشرين لو جيت تتحقق سالب درب موجب سالب ثلاثة درب خمسة عشرين خمسة وسبعين خلينا نتروح على جيم جيم بحكي لك سالب خمسة درب مية واربع عشر وسو مربع بما إنه الإشارات مختلفة في الضرب إيش رح يطلع الجواب؟ سالب ممتاز باجي بضربهم يا مس عمودي مية واربع عشر درب خمسة خمسة باربع عشرين واثنين بليات خمسة درب واحد خمسة واثنين بليات سبعة خمسة درب واحد خمسة إذن بطلع عندي خمسمية وسبعين الجواب والإشارة سالبة لأنه العددين مختلفين إذن سالب خمسمية وسبعين نشوف السؤال الثالث صفحة خمسة وعشرين نفس الفكرة طالب مني أقوم بوضع العدد المناسب في المربع بسأل حالي خمسة درب العدد اللي بالمربع شو لازم يكون عشان يطلع معنا جواب ثلاثين؟ إذا بتلاحظ هون عندي الثلاثين جوابها إيش؟ موجب هي عدد موجب معناته ما تبكون الناتج موجب إذا كانت عندي الإشارات متشابهة متشابهة بطلع معي الجواب موجب إذا نطلع معي الجواب موجب لأنه عندي الإشارات متشابهة بما إنهم متشابهات هاي موجب معناته هاي إيش لازم تكون موجب؟ ما هو العدد اللي بضربه؟ بخمسة بعطيني ثلاثين أنت عارف إنه فيه بجدول الخمسة خمسة درب ستة تساوي ثلاثين هاي فوائد جدول الضرب هسا نشوف با با إذا بتلاحظ عندي الجواب إيش موجب بما إنهم الجواب موجب معنات الإشارات الثنتين متشابهات إذا هاي كانت سالب خمسة سالبة بما إنهم حكين لازم يكون متشابهات معناته هون لازم يكون سالب عشان يطلع عندي الجواب موجب سالب خمسة ضرب أي عدد بعطيني ثلاثين إحنا عارفين إنها سالب خمسة ضرب سالب ستة تساوي ثلاثين الروح لفرع جيم فرع جيم بحكي لك إذا كانت عندي الجواب سالب إيش لازم تكون الإشارات بما إنهم الجواب سالب معنات الإشارات لازم تكون مختلفة كيف عرفت إنه الإشارات لازم تكون مختلفة لإنه الجواب عندي هون سالب طيب مختلفة هاي موجب معناته هاد العدد لازم يكون سالب لإنه سالب ضرب موجب سالب هسا بسأل حالي بجدول التسعة إيش العدد اللي بضربه بتسعة بيعطيني 72 ليه التمانية وإحنا اتفقنا إنه هاد العدد بالمربع لازم يكون سالب بنحط إشارة السالب خلينا نروح على دال دال الناتج 28 العملية عندي ضرب بسأل حالي ليش الناتج تلع موجب لإنه العددين إشارتهم متشابهة يعني هاد سالب إذن هذا العدد لازم يكون سالب عشان يطلع مع الجواب موجب ما هو العدد اللي بضربه بسبعة بيعطيني 28 أربعة وبما إنه حكينا إنه العدد بالمربع لازم يكون سالب معناته بنحط سالب أربعة نروح على السؤال الخامس بحكي لك سالب اثنين تقسيم 9 هون يمس إذا بتلاحظ عملية قسمة وعندي الإشارات إشارة الناتج سالبة ليه الإشارة بالقسمة طلعت سالبة لإنه الإشارات لازم تكون مختلفة مختلفة إذن الناتج سالب هون سالب معناته هذا العدد لازم يكون موجب هس بسأل حالي 72 تقسيم 9 كم تساوي 8 لإنه يا ميس 9 ضرب 8 يساوي 72 يعني لو إجيت بالعكس هيك لإنه أنا بعرف إنها عملية القسمة وعملية الضرب عمليات عكسيات لبعض فهون لو إجيت حكيت سالب 9 درب أي عدد رح يعطيني 72 إنت عارب بجدول التسعة إنه 9 ضرب 8 تساوي 72 وإحنا اتفقنا إنه هذا العدد لازم يكون موجب عشان يطلع مع الجواب سالب فسالب 72 تقسيم موجب 8 رح يطلع مع الجواب سالب نشوف يا ميس الفرع با فرع با بحكي لي 34 تقسيم مربع يساوي 2 إذا بتلاحظ يا ميس إحنا اللي ناتج معي كان إيش موجب بما إنه موجب معناته الإشارات لازم تكون متشابهة هون عندي موجب معناته هون عندي موجب لإنه الإشارات متشابهة حاصل القسمة لازم يكون إيش موجب حسا بسأل حالي 34 تقسيم شو بيعطيني 2 هسا يا ميس إنت هون بتقدر تيجي تحكي 34 34 تقسيم 2 يعني عادي من هون لإني أنا مش عارف 34 كيف أقسمها على شو أقسمها تعطيني 2 عادي بقدر أحكي 34 تقسيم 2 يعني بدل من أقسمها على المربع بقسمها على البعض المساواة وأشوف شو الناتج معي خلينا نشوف هون 34 تقسيم 2 بسأل حالي إيش في عدد بضربه بـ 2 بعطيني 3 أو أقل منها ليه الواحد واحد درب 2 بطرح بتنزل 4 3 2 1 حسا بسأل حالي شو في عدد بضربه بـ 2 بعطيني 14 أو أقل منها اللي هي سبعة نحن حفظين جدول الضرب 7 ضرب 2 14 إذن 34 تقسيم 17 رح يعطيني 2 وإحنا اتفقنا أنه هذا العدد لازم يكون موجب عشان يطلع عندي الناتج موجب تقسيم موجب يطلع عندي الجواب موجب خلينا نشوف جيم جيم إذا بطلاحظ عندي عملية قسمه والناتج موجب متى بطلع في القسم الناتج موجب إذا كانت الإشارات متى شابهة رح يطلع معي موجب هون عندي العدد سالب 5 إذن إحنا اتفقنا أنه لازم يكونوا متشابهة سالب هون إذن لازم تكون سالب تمام هسه لما بدي ما هو العدد اللي بقسمه على 5 بعطيني 20 إذا ما عرفت عادية روح من هون روح ضرب 20 ضرب 5 عادي أضربها عامودي 5 ضرب 0 0 5 ضرب 200 إذن 100 تقسيم سالب 5 لا بما إنهم الإشارات متى شابهة بطلع الجواب موجب معناته هون لازم تكون سالب 100 ليه سالب 100 عشان يطلع معي الجواب موجب خلينا نشوف في الأخيرة سالب 99 تقسيم 9 بما إنها سالب تقسيم موجب لازم يطلع معي الجواب سالب ليه لإنه الإشارات مختلفة هسا أنت بتقدر تقسيمها قسمة طويلة 99 تقسيم 9 بروح على أول منزلة بحكي 9 تقسيم 9 1 1 ضرب 9 9 بطرح 9 ناقص 9 صفر وبتنزل التسعة 9 تقسيم 9 1 ضرب 9 9 وبطرح دواب صفر إذن الناتج 11 وحكينا الناتج سالب 11 لأنه عند الإشارات مختلفة في عملية القسمة الناتج لازم يطلع سالب خلينا نرجع يامس للسؤال السادس إذا تتذكروا يامس هذه المرة حكينا عن أولويات العمليات الحسابية حكينا الأولويات أول شيء يامس الأولويات للأقواس ثاني شيء ضرب وقسمة من اليمين حكيناهم يامسها هذه المرة ثالث شيء حكينا الجمع والطرح من اليمين وحكيت لكم إذا تساووا كانوا عندي جمع وطرح بنفس المسألة ببلش من اليمين كيف يعني من اليمين؟ يعني باتجاه ما أنا بكتب السؤال السادس شوف شو حكيلي حكيلي ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الغير صحيحة وصحوح الخطأ هون يامس حال مسائل وإيش معطيني الجواب أنا عشان أعرف إذا حلوا صحيح أو خطأ أنا ما بقدر أحكم إلا إذا حلت فباجي بحلها أنا لحالي إذا طلع الجواب صحيح بحط جنبها صح إذا طلع عندي الجواب خطأ بصلح له إياها هون يامس عندي سبعة زائد ثلاثة ضرب سالب اثنين إذا بتلاحظ عندي زائد وضرب لمن الأولوية مثل؟ للزائد ولا للضرب؟ أكيد للضرب فباجي أول إشي بدي أضرب هذول العددين بدي أضربهم حطهم جوا بوكس عشان أعرف إن بدي أضربهم بالأول بالنزل السبعة ما بدي أشتغل عليها إشي لأن الأولوية مش إلها والزائد مش إلها الأولوية معناته الأولوية للثلاثة ضرب سالب اثنين ثلاثة ضرب سالب اثنين إذا بتلاحظ عندي الإشارات مختلفة فالجواب لازم يطلع سالب وثلاثة ضرب اثنين ستة هون صارت عندي سبعة زائد ناقص ستة إذا بتلاحظ أنا هون عندي العملية زائد رجعنا للدرس الأول إحنا حكينا في عملية الجمع إذا كانت الإشارات مختلفة إيش بعمل؟ بطرح فهون بتصير سبعة بطرح منها ستة بتصير واحد والإشارة للعدد الأكبر من أكبر السبعة ولا الستة؟ السبعة إذا الجواب لازم يطلع واحد تمام؟ إذن يمس هذا الجواب خاطئ وعندي هاي هي الإجابة الصحيحة معناته يمس لما يعطيني سؤال مثل هيك لازم أول إشي أحل عشان أحكم طلع هون با معطيني أكواس ومعطيني برا القوس ضرب أول إشي أنا بعرف إنها الأولوية للأكواس باجي بحسب اللي بالقوس بنزل درب سالب اثنين لإني الأولوية مش إلها بنزلها وباشتغل علي بالقوس اللي بالقوس سبعة زائد ثلاثة عشرة تساوي تساوي هسا باجي بحكي هون عند العملية درب والإشارات مختلفة إذا الإشارات مختلفة رح يطلع عند الجواب سالب عشرة درب اثنين عشرين سالب عشرين إذن حلي زي حله إذن صحيحة الإجابة صحيحة نشوف فرع جيم إذا بتلاحظوا عندي قسمة وعندي زائد لمي الأولوية للقسمة ولا للجمع إذا الأولوية للقسمة باجي بحط اللي بدي أقسمهم هاي هم أحضر الجواب موجب لأنه بالقسمة الإشارات المتشابهة الجواب موجب أسأل حالي 48 تقسيم اثنين 48 ياملس لو جيجنا نقسمها على اثنين بحكي اربعة تقسيم اثنين إيش في عدد بضربة بثنين بعتيني أربعة ليه اثنين إثنين دربة اثنين أربعة باجي بترح بتنزل الثمانية واربعة ناقص أربعة صفر ثمانية تقسيم اثنين ايش في عدد ممكن اضربه باثنين يعطيني ثمانية او اقل منها ليه اربعة اربعة دار باثنين ثمانية بطرح صفر اذا الناتج اربعة وعشرين لين الناتج طلع موجب اربعة وعشرين لانه سالب تقسيم سالب موجب اشارات متشابهة اذا شو الناتج بكون موجب هسا بسأل حالي اربعة وعشرين زائد اربعة انا بقدر اجمعها ثمانية وعشرين هو حالها طلعت عنده الجواب اربعة وعشرين اذا هو جوابه خاطئ هاي الاجابة الصحيحة نشوف في رعدال في رعدال عندي درق وقسمة واقواس الاولوية للاقواس حطهم جوه بوكس عشان اشتغل فيهم وبنزل الباقي وبشتغل للي لهم الاولوية اللي جوه القوس اللي هي عملية جمع اتناعش زائد ثلاثة خمسة عشر وبكتب الناتج هون بسأل حالي عندي ضرب وعندي قسمة لمين الاولوية اذا بتلاحظوا يمس انها ضرب القسمة لهم نفس الاولوية لما يمس تتساوي الاولويات حكينا بنبلش من اليمين واليمين زي ما بكتب يمس بشي احنا بنكتب عربي من عند اليمين باجي بحكي مين الاول مكتوبة الضرب وللقسمة اذا الضرب معناته الاولوية للضرب بنزل تقسيم الخمسة عشر لاني ما راح اشتغل عليها انها الاولوية مش الها وباجي بحكي خمسة ضرب ثلاثة خمسة عشر خمسة عشر تقسيم خمسة ليه انت بتعرف انه العدد تقسيم نفسه يساوي واحد اذا انا حلي وحله صحيح معناته يا ميس في المسائل اللي زي هيك انا ما بقدر احكم على الحل الا اذا يا سادس انا اجيت حلات بالياد عشان اعرف اذا الحل صحيح او لا اذا يا سادس هيك بكون معنا سؤال اثنين زائد سؤال ثلاثة واجب بيتي صفحة تسعة وعشرين ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة